أعلن سعادة الدكتور ماجر بنعلي النعمي وزير التربية والتعليم أن العامة الدراسية المقبل سيشهد توسعا في تطبيق المشروع التمكين الرقمي في التعليم ليشمل 12 مدرسة إعدادية بما يرفع عدد المدرس المطبقة للمشروع إلى 17 مدرسة إعدادية للبنين والبنات ولدى رعايته اللقاء التعريفي الذي نظمته الوزارة لمديري ومديرات جميع المدارس الحكومية في صالة الوزارة بمدينة عيسى للتعريف بمشروع التمكين الرقمي في التعليم وعرض إنجازات المرحلة الأولى منه أكد الوزير أن القيادة السياسية لمملكة البحرين تؤمن بأن التعليم المواكب لمتغيرات العصر أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية المستدامة وذلك في دعم وتبني العديد من المشاريع التطويرية على امتداد المسيرة التعليمية المباركة وصولا إلى مشروع التمكين الرقمي في التعليم الذي جاء بتوجيه ملكيا سام من لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تعزيزا لدمج التقنية في التعليم وامتدادا لمشروع جلالته لمدارس المستقبل الذي كان أيضا بتوجيه من جلالته حفظه الله كما قام الوزير بجولة في المعرض المخصص لإنجازات مدارس المرحلة الأولى حيث استمع إلى شرح من الطلبة والمعلمين حول أبرز مشاريعهم وممارساتهم التعليمية الرقمية ومنها مشروع المختبر الافتراضي الذي تم تنفيذه باستخدام برمجيات الحاسب الآلي ليحاكي المختبرات الواقعية لمادة العلوم إضافة إلى تقديم جهود المدارس في مجال تعزيز الاستخدام الأمن للتكنولوجيا فضلا عن عرض تطبيق الرقمي بوبليت الذي يعزز عند الطلبة مهارات التفكير والتعلم البصري هذا اللقاء كان الهدف منه أن نحيط الميدان التربوي بآخر التطورات في موضوع التمكين الرقمي ولا شك أن مملكة البحرين بفضل وتوجهات القيادة الحكيمة لهذا البلد العزيز استطاعت أن تخطو خطوات متقدمة على هذا الصعيد الوزارة اليوم انتقلت أيضا من مرحلة الكتاب والتفصيل الإلكتروني إلى مرحلة الكتاب الذي يستطيع من خلاله الطالب أن يبدع أيضا من خلال استخدام المنظومة الإلكترونية فبالتالي التمكين الرقمي بعد أن تم تطبيقه في عدد من المدارس الآن بإذن الله سوف نتوسع في موضوع التمكين الرقمي في العام الدراسي القادم وأهم المميزات التي استطعنا أن نصل إليها أن نعد العنصر البشري سواء كان على صعيد الإدارة المدرسية أو على صعيد المعلم أو الطالب لهذا النوع لأن تطوير التعليم ليس له حد فبالتالي يجب أن ننظر إلى الجهاز ولكن قبل ذلك ننظر إلى من سيتعامل معه سواء من خلال التدريب أو من خلال أيضا تطوير الإمكانيات المتاحة حتى نستطيع أن نرتقي بالتعليم من خطوة إلى خطوة هذه البوابة ستتيح مزيدا من التواصل بين الطالب والمعلم والمدرسة والمدرسة وقبل ذلك سوف تتيح لأولياء الأمور التواصل مع المدرسة معرفة أهم الملاحظات الخاصة بأبنائهم الرد على استفساراتهم وكذلك تتيح للطالب أن يستفيد من هذه البوابة سواء من خلال الكتاب أو من خلال طرح ماهم جديد والاستفادة من الخبرات الموجودة في المدارس الأخرى